نتكلم على موضوع اللائحة الداخلية و تحديدا موضوع حضور الحكومة من عدمه و صحة انعقادة الجلسة نحن عندنا قناعة قناعة أن المادة 16 من الدستور تكلمت بشكل واضح المو عن شروط صحة انعقادة الجلسة و إنما عن وجوب حضور الحكومة هذه الجلسات و شكل تمثيلها بهذه الجلسات و لا chauffاش شكل تمثيلها لهذه الجلسات برئيسها و أحد وزرائها و بالتالي إذا خالفت الحكومة قصرت الحكومة في واجباتها في الحضور لهذه الجلسة هل يعاقب البرلمان هل يعاقب الشعب الكويت وتتعطى القوانين وتشريعاته ما يجوز هالكلام لذلك لما عدلنا قانون لائحة الداخلية اللي البعض يقول عنه غير دستوري نحن عندنا القناعة أنه هو مكمل للدستور مو غير دستوري دستوري ونص ومكمل بل يؤكد المؤكد من خلال هذا التعديل بوجوب حضور الحكومة هذه الجلسة وإن ما حضرت الجلسة تعقد بدون حضور الحكومة ما يعاقب البرلمان ويفرقه بالنصاب وتعقد الجلسة هذا تعديل يؤدي إلى استقرار ويؤدي إلى إنجاز المجلس نعم دي دكتور البعض رابق مقال لش ما كان فيه نبرة احتجاج عالية في هذه المسألة على الحكومة في هذه المسألة كانت احنا الموضوع المجلس اللي قبله انسحبت الحكومة بالكامل صحيح صار في بيننا وبينهم خلاف كبير مجلس 22 وانسحبت وأبطل المجلس بعدها صحيح والاحتجاج كذلك على رئيس مجلس الأمة كان احتجاج موجود وقام لا نتكلم بأنه في أكثر من مناسبة لكن البعض يحاول أن يشوه صورة البرلمان بأن هذا الاحتجاج لا كنا نشوفه في أيام 2020 صحيح غير صحيح هذا الكلام الاحتجاج في 2020 هو ذات الاحتجاج في 22 و23 في هذه الجزئية جزئية حضور الحكومة من عدمه هل شفت المعارضة في 2020 لما رئيس مجلس أمة يرفع الجلسة واحد منهم يقوم على المنصة ويعقدها غصبا على الرئيس لا فهو نفس السلوك لأننا ندري إذا طق المطرق الرئيس ورفع الجلسة فيه إجراءات لعقد الجلسة مرة ثانية والدعوة لها ليس على كيفنا فهذا الأجراءات البعض يقول نبرة الاحتجاج داخل القاعة دكتور عبدالعزيز بحمد لا أقدر أقارن هنا خلافنا في موضوع واحد الخلافنا مع الرئيس السابق كان أكبر من هذا موضوع شطو الاستجوابات موضوع طريقة التعامل داخل القاعة تأجيل استجوابات مزمع تقديمها هذا كان قطرة في بحر فما أقدر أقارن الاحتجاج هنا مع الاحتجاج هنا موضوع مختلف تماما بس مع ذلك كان موضوعنا واضح كان طريقتنا في التعامل وحدة وقدمنا قانون في هذا الموضوع نحن عمليين يعني مسألة مو مسألة احتجاج احتجينا وبعدين احتجينا وبعدين احتجينا على مرزوق لغانا في 20 احتجينا على أحمد السعدون في 22 الواقع يقول لن تعقد الجلسة لن تعقد الجلسة فلاسي نشوف لها حل حل فنحن عمليين فنحن قدمنا الحل البعض قادر روح لمحكمة الدستورية روح لمحكمة الدستورية اللي يرى بعدم دستورية هذه القوانين نحن نرى بدستوريتها وأن الدستور أصلا فرض علينا عقد الجلسة دون حضور الحكومة وعليه قدمنا هذا القانون وأقر في اللجنة التشريعية نعوذ في اللجنة التشريعية أقر التعديل الموجود على اللائحة الداخلية وموجود على جدول الأعمال وكان منفروض محل داخل جاهز تغريره يعني ممكن بالإمكان في المجلس أفادم بس يطلع طبعا بس دكتور هل تتوقع أنه ما يرد مثل هذا القانون يعني وأيضا قد ندخل فيه في أزمة إذا رد القانون لأنه سراحة يعتبر يعني قفزة نوعية في العمل البرلماني والسياسي لا شك أنت اليوم يا أبو حمد هذه الإصلاحات السياسية أصبح الضرورة وحاجة ماسة حتى نضمن الاستقرار في المجلس ونضمن الاستقرار في البلد ونضمن أن المجلس يقوم بدورة تشريع والرقابة على أكمل وجه ما ننتظر الحالة الاستثنائية مثل ما صارت لازم نأصل لهذه المسألة من خلال قوانين التشريع فهو مترف لأنه كثرت الحالة كثرت وتكررت في أغلب المجالس